اشتركوا في القناة يأتي الملتقى العربي للذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة في إطار التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة ووزارة شؤون الشباب وتأتي استضافة المملكة لفعاليات الملتقى الذي يقام عبر الفضاء الإلكتروني لدعم الطاقات الشبابية ويهدف الملتقى إلى خلق حلقة تواصل بين المشاركين وإلقاء الضوء على المواهب الشابة في مجال التكنولوجيا وتنميتها وتعليم الفئة المستهدفة مبادئ الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيفراني وإتاحة الفرصة للشباب للتعرف على مظاهر التقدم التكنولوجي في الدول العربية يقام من الملتقى العربي للذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة لعام 2024 تحت رعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والذي يأتي لدعم الطاقات الشبابية في مجالات الذكاء الاصطناعي والذي يهدف لتوظيف في المهام اليومية مثل إدارة الموارد البشرية وإنجاز المهام الروتينية وإدارة الوقت لدى الشباب تميزة المواضيع لغطتها جلسات ومحاضرات الملتقى بالتنوع والتشويق وغطت مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي والحوسب السحابية وعلوم الفضاء حيث تم عرض المواضيع المستجدة في المجالات المذكورة على جهات المشاركة طبعا هناك قبول كبير للطلباء على المشاركة في المحاضرات حيث بلغ عددهم في اليوم الأول فقط ما يزيد على 500 مشاركة من مختلف الدول العربية وتعتبر الصفة المميزة للمشاركة هذه السنة هو زيادة كبيرة في عدد المشاركة من داخل المملكة يهدف الملتقى إلى تعزيز دور مملكة البحرين الريادي على المستوى العربي وقدرتها على النهوض بمثل هذه الأدوار وجمع الشباب العربي في محفل واحد لتعزيز أفاق التواصل وتمكين الشباب من تبادل الأفكار وإثراء المفاهيم